اوكي طبعا جواني مستمر بإشعال السوشال ميديا بمقطعنا اللي اليوم راح نصلط الضوء على المعركة اللي قادة تصير ما بين جواني وامجد طبعا مش المعركة على اليوتيوب لأ المعركة اللي ده تصير بالإنستجرام راح نصلط الضوء عليها ورح نتكلم عليها طبعا امجد تقريبا باليوم اللي واحد ينشر فوق الالف ستوري بس يتهجم فيه على جواني وصور فانزات يعني يبعثوه الهياء وبنفس الوقت يدافع على بيسان فعلا ما مزحل في ستوري يعني وطبعا حسابه لأمجد كثير صار عليه هجوم بآخر فترة من جيش جواني مثل ما شايفين تعليقات حفوظة ريوح إجلي ولا كثير تعليق صراحة من جيش جواني وطبعا جواني نفس الاشي كمان بينشر على اللي هو أمجد طبعا نشر مش بالصور لحتى فيديوهات حالية اللي حعط لكم اللي ستوري اللي رد فيه أمجد او تهجم فيه أمجد على جواني في حريمة قاعد عبيت مطوط ومخبي وشه بسمائل بك يا سيدي أنا مو حفظ ابني بحفظ ابني وبعلمه بربيه وبعلمه وبطلعه عبيصرف على حاله مو أحسن ما أكون قد الجحش وأخذ مصروفي من معلمي حق باكية دخار وهذا مو كلامي كلام معلمك لجعاري طبعا هذة الستوري حطتها بيسان عدها بالإنستغرام ويعني دعمته طبعا كلكم تسألون ليش أمجد كان معصب طبعا أحط لكم المقطع اللي كان ناشرة إجواني تعي يا قلبي الماما الواوا صار وقت نشيل يلا يا عسول بدها الحفوظه تبديل تعي يا قلبي الماما الواوا صار وقت نشيل يلا يلا يا عسول خلاف صراحة أنا مش شايف أنه كثير الموضوع كبير أنه واحد يحفظ ابنه بس أنه صراحة المقطع اللي حطه جواني كان كثير منرفز وبنفس الوقت يضحك التصميم صراحة رهيب طبعا حالي أغلبكم بدي سأل أنه هل جواني ها هي ما رح يرد أحيرد ولكن المعركة حتكون ما بين أمجد وجواني أتوقع لأنه نشر عنده بالستوري بالإنستجرام وتكلم إذا هو لحيرد أو لا لححطو لكم طبعا للستوري ومش عارف صراحة إذا لحيرد بعد علبي سانلولا حط لكم حاليا للستوري ومع السلامة حبائب الله يسعد لياكم يا رب الله ينم عليكم يا جماعة أنسيت من شوية حط لكم رابط الفيديو رفع شلا فور روح وشوفوه وللناس اللي تسألني هذا آخر رد لا لا الحفوظة طلع اعتذر لكي لا حرمك دخول اليوتيوب مثل ما حرمت قبل واحد دخول الانستجرام هذا واضح التهديد واضح كثير من يحيان طلع اعتذر على المساب بالحكاية اللي ما شاب في دليوم يرفع شلا فور روح واشوفوه